بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم العافية شغف ان شاء الله بهذا الفيديو راح نشرح محاضرة ال-H&B Pathway and Glucuronic Acid Pathway and Glucose Metabolism طبعا نشرح هذا المحاضرة تم بناء على تصويت منكم بينها اكثر محاضرة انتم مستصعبين منها تمام محاضرتنا اليوم تقسم الى ثلاث مواضيع الموضوع الاول بيحكي عن ال-H&B Pathway الموضوع الثاني بيحكي عن ال-Glucuronic Acid Pathway وهذه الموضوعين هم مثالين على ال-Oxidation of Glucose والموضوع الثالث اللي هو Non-Glucose Metabolism يعني الميتابوليزم تبع الفركتوز والغلكتوز والمون الفوسفيت الثاني تمام تمام فخلينا نبلش في اول موضوع من محاضرتنا اللي هو ال-H&B Shunt بداية حكينا انه ال-H&B Pathway وال-Glucuronic Acid Pathway او الاسم الثاني اللي ايلها ال-Glucuronic Acid Pathway هم مثال على ال-Oxidation of Glucose لما نحكي عن Oxidation احنا بنعرف انه Oxidation معناها انه انا يا بزيد المحتوى الأكسوجين اما بزيد محتوى الأكسوجين او بقلل محتوى ال-Hydrogen واحنا بكل تفاعلاتنا بال-Biochemistry ما بنزيد محتوى أكسوجين احنا بنقلل المحتوى ال-Hydrogen فانا لما اقول لك Glucose Oxidation يعني انا بقلل المحتوى ال-Hydrogen للغلوكوز يعني بشيل منه Glucose تمام حسا ال-Hexo's Monophosphate Pathway او ال-H&B Shunt اللي ها اسم ثاني اللي هو البنتوز Phosphate Pathway البنتوز بي بنتوز Phosphate Pathway اللي هو ال-PPB مهم نعرف من وين يجو التسمية لهاي الباثوي الاسم الأولي هو ال-Hexo's Monophosphate Pathway لأنه كل ال-Intermediate بهذا الباثوي كل ال-Intermediate يحتوى على فوسفاته واحدة فقط مش زي الجليكوليسز احنا نعرف ان الجليكوليسز مثلا ال-Intermediate في عندي فراكتوز و-1-6-Bisphosphate يعني هذا الفراكتوز في عدية ثنتين بـ Phosphate واحدة على الكربون الأولى وواحدة على الكربون السادسة أما بال-H&B Pathway كل ال-Intermediate كلهم عليهم فوسفاته واحدة فقط تمام تمام طيب الاسم الثاني اللي هو البنتوز Phosphate Pathway بيحكي لي انه هذا الاسم بيدلني انه هاي الباثوي بنتج منها Intermediate اسمه البنتوز Phosphate اللي هو الريبوز ريبوز 5-Phosphate تمام تمام مهم نعرف شغلة انه ال-H&B Pathway لها يعني مسمى ثاني اللي هو الشمت ايش يعني شمت؟ هسا احنا بنعرف انه الجليكوليسز بيبلش بجلوكوز وبنتهي باثنين بايروفيت صح؟ باثنين بايروفيت تمام هسا الخطوة الاولى من الجلوكوز اللي انا بحول الجلوكوز لجلوكوز 6-Phosphate بعدين الجلوكوز 6-Phosphate بتحول لفركتوز 6-Phosphate عن طريق انزيم اسمه Phospho-Hexo-Isomerase بتحول لفركتوز 6-Phosphate وبيكمل الباثوي اللي انتو عارفينها واخذوها بالجليكوليسز تمام انا لما ينتج عندي جلوكوز 6-Phosphate وما يكمل بباثوي لجليكوليسز ينتقل ويكمل بباثوي ثاني اللي احنا بنقوله alternative pathway يعني باثوي بديل هايضا الباثوي البديل الالترنتف باثوي يسمى شمت يسمى شمت تمام وهاي الالترنتف باثوي رح ينتج منها انترميديات يرجع يفوت على الجليكوليسز ويكمل تمام تمام هذا ما رح نحكي عنه هذا اللي هو الاشي اللي رح نحكي عنه في المحر تمام تمام فهيك مقدمة سريعة عن الـ HMB pathway تمام احنا حكينا انه الـ HMB pathway هي مثال على الـ Glucose Oxidation حكينا الـ Oxidation انا بشيل الهايدروجين من الـ Glucose طيب السؤال اللي مبني عليه محاضرتنا وهو أهمية الـ HMB pathway أصلا الـ Hydrogen اللي أنا بأخذه من الـ Glucose وين بيروح بالـ HMB pathway هذا السؤال هو محور محاضرتنا لليوم الـ Hydrogen اللي أنا بأخذه من الـ Glucose بالـ HMB pathway وين بيروحه هذا اللي رح نحكي عنه هذا الاشي اللي رح نحكي عنه في محاضرتنا لليوم تمام بداية البنتوز phosphate pathway أو الـ HMB pathway لها أهمية فأهميتها شو هو؟ هو إنتاج اللي هي الـ NAD BH يعني الميجر برودكت من الـ HMB pathway هو الـ NAD BH هو الـ NAD BH طيب الـ NAD بيأت شو وظيفته؟ وظيفته protection ورح نحكي عنها شو وظيفته؟ وظيفته protection بحهمي الجسم تمام ثاني برودكت بنتج من الـ HMB pathway هو اللي حكينا عنه الـ Ribose 5 Phosphate الـ Ribose 5 Phosphate ولو نلاحظ أن الـ Ribose 5 Phosphate طيب أنا بدخل عندي على البثوي جلوكوز 6 Phosphate بنتج عندي ريبوز 5 Phosphate هذا بيدلنا أنه رح ينتج عندي CO2 تمام معلومتين مهمات جداً 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 الـ HMB pathway وين بتصير؟ بالـ Cytosol الـ HMB pathway وين بتصير بالـ Cytosol الـ Glycolysis بنتج أو بيصير بالـ Cytosol الـ HMB pathway بالـ Cytosol الـ Electron Transport Chain والـ Krebs Cycle بالـ Mitochandria الـ Glyconeogenesis جزء بيصير بالـ Cytosol وجزء بيصير بالـ Mitochandria أماكن الباثوي وأماكن التفاعلات مهم جداً تكونوا حافظين تمام بحكي لي إنه الـ HMB pathway بحدث بالـ Cytosol بأماكن عدة أهمها تكونوا حافظينها اللي هو الـ Lever واللي هي الأدرينا الكورتكس و Red Blood Cell من أهم من أهم 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 الأماكن اللي بحدث فيها الـ HMB pathway هو الـ Red Blood Cell تمام؟ تمام طيب ليش حطي لكم ركز عند الـ Red Blood Cell؟ هس أنا عندي قلنا الـ Product اللي رح ينتج من الـ HMB pathway هي الـ NatBH واللي هي الـ Ribose Phosphate حسن الـ Ribose Phosphate أنا بستخدمه لصناعة الـ RNA والـ DNA طيب سؤال الـ Red Blood Cell هل فيها نيوكليس؟ رح تحكولي لا الـ Red Blood Cell ما فيها نيوكليس بما إنه الـ Red Blood Cell ما فيها نيوكليس يعني ما فيها نيوكليس يعني ما فيها DNA والـ RNA فأنا الـ Ribose Phosphate اللي بنتج من الـ HMB pathway بالـ Red Blood Cell ما إلو فايدة طيب ما إلو فايدة هيك خلاص ما إلو فايدة يظل يتجمع بالـ Red Blood Cell؟ طبعا لا فأنا عندي الـ Ribose Phosphate خلال الـ HMB رح يتم عليه تفاعلات وتحويلات رح نحاوله لـ Intermediate تفوت على الـ Glycolysis وتكمل بالـ Glycolysis تمام؟ تمام فهاي المعلومات هيك مقدمة ضرورة جدا تكونوا عارفينها تمام حس الـ HMB pathway تقسم إلى Two Phases الفيز الأول بنسميه Oxidative Phase أو إلو يعني أنا بحب أسميه اسم ثاني اللي هو Redox Redox إيش يعني Redox؟ يعني التفاعلات اللي بتصير فيه تفاعلات تأكسد واختزال تفاعلات تأكسد واختزال وهذا الفيز عبارة عن Three Reactions كلها Irreversible كلها Irreversible يعني تفاعلات الـ Oxidative Phase كلها Irreversible غير منعكسة تمام الفيز الثاني هو عبارة عن تحويلات نقل لذرات الكربون هو Irreversible الهدف من هذا الفيز واصلا هذا الفيز ما بحدث بكل مكان الهدف من هذا الفيز يخلصني من الريبوز 5-phosphate اللي نتج إذا ما فيه إلو داعي فأنا بيخلصني منه بيحول لي يا لشغلات ودخل على الـ Glyconesis تمام؟ تمام فسريع مراجعة لللي حكيناه حكينا إنه الـ HMB pathway تحدث بالسايتوسول تحدث بالسايتوسول للـ Lever والـ Adrenal Cortex والـ Red Blood Cell مهم جداً معرف الـ Red Blood Cell قلنا البرودة تبع الـ HMB pathway الـ NADPH والـ Ribose Phosphate الـ Ribose Phosphate ما إلو أي داعي ولا أي فائدة ولا أي أهمية بالـ Red Blood Cell فعشان هيك بالـ Red Blood Cell أنا مجبر إني أكمل بالفيز الثاني اللي هو الـ Reversible عشان أعمل شوية تحويلات على الـ Ribose 5-phosphate يحاولوا لـ Intermediate تدخل على الـ Glycolysis وتكمل فيه حكينا أنا بالـ HMB pathway ببلش بـ Glucose 6-phosphate تمام هاي الـ Glucose 6-phosphate بحدث عليها تفاعلات رح نحكي عنهم الـ Product رح يكون Ribose 6-phosphate Ribose 6-phosphate و 2-NADPH وهو المين بروتكت وأنا بما إنه عندي Glucose 6 كربونات نتج عندي Ribose 5 كربونات فأكيد رح ينتج عندي Carbon Dioxide تمام تمام خلينا نبلش بالـ Phase الأول اللي هو الـ Oxidative Phase اللي هو الـ Reversible اللي أنا ببلش فيه بـ Glucose 6-phosphate بنتهي بـ Ribose أو بناش نحكي ريبوز بنتهي بـ Ribulose أنتوا احتضوها ريبوز عادي بس أنا بنتهي بـ Ribulose بحوله لـ Ribulose بنتهي بـ Ribulose 6-phosphate و Carbon Dioxide و 2-NADPH يعني نشوف التفاعلات مع إنزيماتها ونحفظ التفاعلات تمام بالبداية أنا عندي Glucose 6-phosphate Glucose 6-phosphate تمام هذا الـ Glucose 6-phosphate بيجي عليه إنزيم اسم الإنزيم Glucose 6-phosphate يعني أنا بدي أريحكم بشغله 95% من الإنزيمات بتحط الإسم اللي قبلها يا بعدين بيكون Dehydrogenase Decarboxylase Reductase فدايما اسم الإنزيم بيكون الإسم الـ Intermediate اللي قبله طيف عليه كلمة اللي هي عمل هذا الإنزيم إما Dehydrogenase Decarboxylase وهكذا فأنا عندي Glucose 6-phosphate بيجي عليه إنزيم اللي هو Dehydrogenase لما نقول Dehydrogenase يعني بنزع الـ Hydrogen من الـ Glucose 6-phosphate وين بيحط هاي الـ Hydrogen بيحط ليها على الـ NAD-B-plus بيحط ليها على الـ NAD-B-plus بنتج عندي NAD-B-H فأنا بأكسد ليش سمينا Reducts لأنه الـ Glucose 6-phosphate بيصير له Oxidation والـ NAD-B-plus بيصير لها Reduction بنتج عندي وحدة NAD-B-H تمام لما اشتغل الإنزيم اللي اسمه Glucose 6-phosphate Dehydrogenase اللي هو Rate-Limiting Stable لهاي التفاعل انتو بتعرفوا ايش يعني Rate-Limiting Stable يعني هو التفاعل يعني هي الخطوة اللي أنا بقدر أتحكم فيها وبسوي Regulation عن طريقه تمام بنتج عندي من هذا الإنزيم مركب اسمه 6-phosphoglycone لاجتون 6-phosphoglycone لاجتون تمام بما انه لاجتون احفظوها لك في عليه لك في عليه قفل ما بقدر أشتغل عليه إلا لما أكسر هاي القفل ما بقدر أشتغل عليه إلا لما يتكسر القفل اللي عليه تمام فالسكس فوسفو بيشتغل عليها انزيم اللي هو الهايدروليز وانتو بتعرفوا من اول ثلاث مخابرات اتوقع بتعرفوا ان الهايدروليز بيكسر باستخدام الماء فشو بنتج عندي سكس فوسفو غلوكيونيك اسد سكس فوسفو غلوكونيك سوري سكس فوسفو غلوكونيك اسد تمام هذا السكس فوسفو غلوكونيك اسد بيشتغل عليها انزيم شو اسمه سكس فوسفو غلوكونيك يعرف إنه اللي غلوكونات هي يعني بدل الأسد 6-phosphogluconate dehydrogenase يلا عرفنا الـ dehydrogenase لازم تحكولي لحالك وشو بعمل بنزع هيدروجين من 6-phosphogluconic acid بعطيها لمين؟ بعطيها للنادبلس بنتج عندي شو؟ نادبي أتش شو بنتج عندي؟ نادبي أتش يعني بيصير للـ 6-phosphogluconic acid oxidation النادبلس بيصير لها reduction بنتج نادبي أتش تمام هذا بصراحة إنه هذا الإنزيم اللي هو 6-phosphogluconate dehydrogenase يعني هو complex بيشتغل بهيدrogenase decarboxylase فأنا بنتج عندي منه الـ ribulose 5-phosphate ribulose بنعرف إنها 5 ذرات كربون والـ 6-phosphogluconic منيقلوها بنعرف إنها 6 ذرات كربون فأكيد رح ينتج عندي اللي هو الكاربون بايروس تمام نرجع نعيد بسرعة الـ oxidative phase اللي هو كله irreversible ببلش بـ glucose 6-phosphate بشتغل عليه glucose 6-phosphate dehydrogenase رح ينتج عندي نادبي أتش و 6-phosphogluconolactone 6-phosphogluconolactone لكتون من لك لازم أكسر اللك فبشتغل عليه الـ hydrolase بحول ليه لـ 6-phosphogluconic acid 6-phosphogluconic acid بشتغل عليه complex من إنزيم complex اللي هو 6-phosphogluconase dehydrogenase decarboxylase dehydrogenase يعني دي دي من هذا المركب وبعطيها لما دي بلاس بنتج عندي النادبي أتش وبما أنه decarboxylase بنزع كربوني فبنتج عندي ribulose 5-phosphate تمام إحنا بنعرف إنه أي إشي من الموليكيولر من يولوز يولوز هذا عبارة عن كيتون هايها كيتون أما لو أقولكم رايبوز رايبوز الرايبوز هو الضهر تمام تمام حس حان وقت معلومة تكونوا عارفينها الـ HMB chunt ما بدخل عليها Glucosex phosphate واحدة بس عشان الـ HMB pathway تكتمل وتمشي كاملة ومسار هيكون مكتمل وصحيح لازم يدخل عندي ثلاث من Glucosex phosphate تمام تمام فأنا لما يدخل عندي ثلاث Glucosex phosphate أضرب ثلاثة بالمعادلة اللي حطناها قبل شوي به هاي هايها 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 فأنا لما أضرب بثلاث رح ينتج بدخل عندي ثلاث Glucosex phosphate رح ينتج عندي ثلاث رايبوز أو لا دقيقة رح ينتج عندي خلينا نحطها هاي مش رايبوز ربيولوز خلينا نحطها ربيولوز رح ينتج عندي ثلاثة ربيولوز 6 phosphate وثلاثة CO2 O6 ناد BH 6 ناد BH تمام تمام رح تسألوني سؤال تقولولي طب ليش احنا مندخل ثلاثة Glucosex phosphate بقولكم احنا عكينا قبل شوي Red Blood Cell أنا ما في إلي أي داعي ولا أي أهمية إنه ينتج عندي رايبوز 6 phosphate صح ولا لا فأنا عشان أتخلص من الريبوز 6 phosphate أنا محتاج شغلات تساعدني تمام تمام هذا اللي رح نحكي عنه بال Non Oxidative Phase Non Oxidative Phase بكل سهولة وبكل بساطة يعني هو تفاعلات نقل كربون فقط بنقل كربون من هون لهون بحطها هناك بزيحها يعني بس هي عبارة عن تفاعلات نقل كربون عشان هيك هي بتكون Interconvergent Reaction لما أقول لك نقل كربون فإنت لازم تحكي لي لحالك إنه كل الإنزيمات بتكون آيزوماريس تمام هذا الحكي أنا بالنسبة إلي ما بيفيدني ولا بيفيدكم وهاي الرسمة بتغنيني وبتغنيكم عن كل Non Oxidative Phase تمام إحنا حكينا إنه بنبلش ب ثلاثة سكس ثلاثة جلوكوز 6 phosphate بنتهي ب 6 NBH 3 ربيولوز 6 phosphate صح؟ صح حكينا إنه الريبيولوز حكينا إنه الريبيولوز 5 phosphate هي عبارة عن كيتون صح؟ صح طيب نتج عندي ثلاثة منها لأنني دخلت ثلاثة جلوكوز 6 phosphate رح نتج عندي ثلاثة ربيولوز 5 phosphate صح؟ صح هذول الثلاثة ربيولوز 5 phosphate حبتين منهم رح يشتغل عليهم إنزيم اللي هو الإبيماريز اللي هو الإبيماريز رح يحول لي الريبيولوز 5 phosphate 5 phosphate طيب إيش الفرق بين الريبيولوز والإكزيليولوز بكل بساطة لو نلاحظ الكربون الثالثة بالريبيولوز الOH على اليمين أما بالكزيليولوز الOH على الشمال وإحنا بنعرف إنه لما يكون في اختلاف بترتيب الدرات بنسميهم إبيمار عشان هيك يشتغل عليه إبيماريز حول لي ثنتين ربيولوز لثنتين إكزيليولوز تمام بضل حبة من الريبيولوز تتحول بإنزيم الإيزوماريز لرايبوز ورايبوز شو هو ألدهايد هاي نحط لكم عليه ألده تمام تمام فأنا نتج عندي لحد هسا ثنتين إكزيليولوز وحبة رايبوز من الريبيولوز تمام هاي الرايبوز 5 phosphate تمام هسا أظل عندي تها ثلاثة فاولات خلينا نوقف لهون خلينا نوقف لهون ونراجع اللي حكينا تمام بضل أراجع لكم عشان تظلكم تسمعوا المعلومة عشان ترسخ المعلومة HMB pathway اسم هالثاني شانت شو يعني شانت alternative pathway تمام شو ببلش ببلش بجلوكوز 6 phosphate تمام هذا الكلوكوز 6 phosphate في عندي بدخل على ال HMB شانت two faces oxidative phase non-oxidative phase oxidative phase redox redox تفاعولات تأكسد واختزال تمام تمام بنتج منها ثنين NADPH لكل حبتي غلوكوز طبعا أنا بحكي بنتج منها ثنين NADPH حب واحدة CO2 ووحدة ربيولوز 5 phosphate بس أنا على ال HMB شانت ما بدخل غلوكوز واحدة بدخل ثلاثة فأنا بنتج عندي 6 NADPH 6 carbon dioxide 3 ربيولوز 5 phosphate تمام أنا نتج عندي 3 ربيولوز 5 phosphate ثنتين منهم بيشتغل عليهم الإبيماريز بتحولوا لإكسولولوز 5 phosphate وحبة بيشتغل عليها الإيزوماريز بيحول لي إياها لريبوز 5 phosphate تمام يعني أنا وصلت لا حبتين إكسولولوز 5 phosphate اللي هما كيتون إكسولولوز هي اللولوز هو كيتون وحبة رايبوز 5 phosphate تمام هاي رايبوز 5 phosphate أنا ما بدية هبدي أتخلص محا تمام وين بدي أتخلص منها المكان الرئيسي اللي لازم يتخلص منها ورد بلد سلة أنا مش بحاجتها أنا مش بحاجت تصنع دي أنا يا وارنة تمام كيف بدي أتخلص من هاي الريبوز 5 phosphate آه ظل عندي ثلاث تفاعلات لما أوصل لا الريبوز والإكسولولوز بيظل عندي ثلاث تفاعلات ثلاثة باللاتين نشوف عنها تراي صح فعندي ثلاث تفاعلات بثلاث إنزيمات ببلش بحرف الت ترانس كيتوليز بينهم ترانس ألدوليز ترانس كيتوليز كيف نحفظهم أنا وصلت لا عندي الريبوز والإكسولولوز بظل عندي ثلاث تفاعلات ثلاث تفاعلات يعني تراي تراي حرف الت ثلاث إنزيمات حرف ت ترانس كيتوليز ترانس ألدوليز ترانس كيتوليز ترانس كيتوليز ترانس ألدوليز ترانس كيتوليز تمام بهاي التفاعلات قلنا احنا بصير عندي نقل لذرات الكربون صح صح في عندي معلومة مهمة جدا 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 اللي بعطي كربون كيتون فقط تمام تمام خليها براسك من اللي بعطي كربون قل لي كيتون السريع من اللي بعطي كربون كيتون تمام بصير عندي رياكشن بين الريبوزفايف فوسفيت ما حبة من لكزولولوز من لكزولولوز فايف فوسفيت شو اللي بيصير قلنا اول واحد شو بيشتغل تي ترانس كيتوليز تمام الترانس كيتوليز فيه له كو انزايم او عامل مساعد اللي هو الثايمين بايرو فوسفيت تي بي بي مهمة تكونوا حفظينه مين اللي هو الكو فاكتور او الكو انزايم للترانس كيتوليز اللي هو الثايمين بايرو فوسفيت اللي هو تي بي بي تي بي تمام شو وظيفة شو وظيفة شو هي وظيفة لترانس كيتوليز لترانس كيتوليز وظيفته بنقل حبتين كربون من الكيتون للألدهايد طيب لترانس ألدوليز شو وظيفته بنقل ثلاث حبات كربون ركز ثلاث حبات ترانس كيتوليز بنقل كربونتين من الكيتون للألدهايد دائما نقوله المعطي كيتون طيب لترانس ألدوليز بنقل ثلاث كربونات من الكيتون للألدهايد يعني بنسبة 99 بالمية هذا سؤال امتحان ترانس كيتوليز شو بنقل حبتين كربون من وين لوين من كيتون للألدهايد ممكن يخربطكم يقولكم ترانس كيتوليز بنقول حبتين كربون من الألدهايد لكيتون لا ممكن يخربطكم يقولكم ترانس كيتوليز بنقول ثلاث حبات كربون من كيتون لألدهايد لا وبنقول كربونتين فهاي معلومة وسؤال امتحام ضروري تكونوا حافظينها ترانس كيتوليز بنقول ذرتين كربون من كيتون لألدهايد ترانس ألدوليز بنقول ثلاث ذرات كربون من كيتون لألدهايد دايما النقل من كيتون لألدهايد بس الفرق بعدد ذرة الكربون Transketolase 2 تمام تمام فأنا بيصير عندي رأكشن بين الريبوز 5 فوسفات والإكزولولوز 5 فوسفات مين رح يشتغل عليهم؟ أول تي اللي هي Transketolase طيب إنت لازم لحالك تحكي لي واشي رح يصير لأس بتقولي والله يا دكتور إنت قلت لنا للترانس كيتوليز بنقولي ذرتين كربون من كيتون الألدهاج يعني الإكزولولوز 5 فوسفات رح يعطي ذرتين كربون للريبوز 5 فوسفات شو رح ينتج؟ رح ينتج مركب من الرايبوز رح ينتج مركب سبع ذرات سبع ذرات كربون سبع بالانجليزي شو معناها سفن يعني المركب اللي رح ينتجته اسمه سيدوهيبتيولوز من سفن اس سيدوهيبتيولوز ركز عندي يولوز كيتون تمام لما أنا لكزيلولوز أقيم منها كربونتين بظل ثلاث في ثلاث أنتوا لازم تكونوا مركب يعني مشهور جدا ثلاث ذرات كربون اللي هو ثلاث ذرات كربون تمام نتج عندي سيدوهيبتيولوز سفن فوسفيت ثلاث ذرات كربون قلنا الانزيم الثاني ببغض ثلاث تفاعل مين هو لترانس ألتوليز ترانس ألتوليز شو بو نقول بنقول لي ثلاث ذرات كربون من وين لوجين من كيتون لألدهايد فأنا عندي سبعة قل منهم ثلاث قداش بيظل؟ بيظل أربعة تمام هاي أربعة إريثروز 5 بوسفيت تمام لما يعطي ثلاث ذرات كربون ثلاث ذرات كربون وثلاث ستة ستة يا غلوكوز يا فركتوز راح انتج عندي فركتوز تمام ليش يعني هاي التفاصيل بيقول ليش ما نتج غلوكوز ما ألكم هاي الديتيالس خلاص بنتج ثلاث وثلاث بنتج عندي فركتوز تمام هاي الإريثروز 4 بوسفيت أنا استخدمت هنا حبة من الإكزولولوز فظل عندي حبة ثانية بدخلها على التفاعل شو ثالث إنزيم؟ قلنا ترانس كيتوليز، ترانس ألدوليز، ترانس كيتوليز هاي الإكزولولوز 5 بوسفيت مشتغلات ترانس كيتوليز بمقول لي ذرتين كربون من الإكزولولوز للإريثروز لما أربعة زاعد اثنين ستة فرح انتج عندي فركتوز 6 بوسفيت الإكزولولوز خمس ذرات كربون شيل منها اثنين شو رح انتج عندي؟ إجليسر ألدهاي 3 بوسفيت تمام؟ تمام فأنا نرجع نراجع على السريع الثلاث تفاعلاتي هنا أنا بدخل عندي على الـ H&B Pathway ثلاث ذرات أو سوري ثلاث مركبات من الإجليكوز 6 بوسفيت بنتهو بثلاثة ربيولوز 5 بوسفيت تمام، هذول الثلاثة ربيولوز 5 بوسفيت شو رح حصير لهم؟ ثنتين منهم رح يشتغل عليهم الإبماريز يحول ليهاهم لإكزولولوز واحدة يشتغل عليها الإيزوماريز يحول ليها لريبوز 5 بوسفيت تمام، أنا وصلت لهون بيظل عندي ثلاث تفاعلات ثلاثة يعني تراي تراي، يعني ثلاث انزيمات بحرف التين ترانسكيتوليز، 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 ترانسكيتوليز أول واحدة بيصير عندي الريبوز 5 بوسفيت مع الإجزولولوز 5 بوسفيت بوجود الإنزيم اللي هو ترانسكيتوليز بعمله المساعد اللي هو الثايمين بايروفوسفيت بنقول لي، شو؟ بنقول لي ذرتين كربون من الكيتون للألدهايد يعني من الليكزولولوز للريبوز فبنتج عندي مركب خماسي اسمه مركب عفواً سبع كربونات سبعة إنجليزي سفن اللي هو السيدوهيبتيولوز سيدوهيبتيولوز تمام، لما أقيم ذرتين كربون من الليكزولولوز رح يظل ثلاث خمس نقص اثنين ثلاث اللي هو الثلاث ثلاث أربعة تمام، هذا السيدوهيبتيولوز بشتغل عليه انزيم لترانسالدوليز بوخذ ثلاث ذرات كربون من الكيتون بؤديه للألدهايد يعني سبع ناقص ثلاث أربعة بنتج عندي إيريثروز فور فوسفيت إيريثروز فور فوسفيت ولما أعطي الثلاث ذرات كربون بنتج عندي لفركتوز سيكس فوسفيت تمام، بيظل عندي الإيريثروز فور فوسفيت بجيب الحب الثانية من الإكزيلولوز بيشتغل عليها اللي هو الإنزيم الترانس كيتو كيتوز كيتوليز أفوان الترانس كيتوليز بيشتغل على الإكزيلولوز 5-phosphate بنقول ترتين كربون من الإكزيلولوز 5-phosphate للإيريثروز 4-phosphate الإيريثروز أربعة ضرات تعطي ثنتين بيصير فركتوز 6-كربونات أما الإكزيلولوز لما تشيل منه ثنتين توضع الثلاثة هي الغليسر إثري الغليسر والفركتوز الضوز الغليسر بالغليكولولوس وأنتو عارفين وأدرى مني الغليكولولوس هذول الغني والغليكولولوس ويفوتوا بيكملوا تمام ثم هيك إحنا بنكون خلصنا ال PoE إ Sicajo يبا Musil بيظل شويةizing مهمة نكون عارفنا أول شي معلومة قبل ما نحكي عن regulation وليس وش عندي أنا متفاعي صار مثلي نتج نواتج أي تفاعل بالدنيا إذا زاد النواتج سيصح تكون عندي أنهيبشن للتفاعل أي تفاعل بالدنيا نواتج زادت رح يقل التفاعل بالتالي أي تفاعل بالدنيا زاد المتفاعلات تبعونه يزيد التفاعل تمام فزيادة نواتج بتدلني انه انا رح يصير عندي انهبشن بالرياكشن زيادة متفاعلات بتدلني انه انا رح يصير عندي زيادة بالرياكشن تمام خلينا نجي نقرأ بحكيلي اللي هو الاريفيرسابل كنترولد باي ليفل اوف ناد بلص احنا بنعرف انه فيز الاول بنتج عندي اثنين ناد بي اتش اذا دخلت حب دي بلوكوزو واحدة طيب اذا انا كان عندي ناد بي اتش كثير 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 فانا مش بحاجة انه اسوي ناد بي اتش فالتفاعل بكل طيب لا نفرض انه الناد بي اتش قليلة لا انا بحاجة انه اسويها فبيزيد التفاعل تمام يقولي اللي هو البروكوزيكس فوسفيد دي هيدروجينيز از ريت لمتل يستبحكي تلك عنها اللي هو انا من حلاله بقدر اتحكم بالتفاعل ويتحكم بالتفاعل من حلاله فانا اذا عندي النواتج اللي هي الناد بي اتش كثيره فانا مش بحاجة التفاعل اصلا فبيصير عندي انهبشن للرياكش تمام بالتالي انا لو كنت ماكل كثير ماكل كثير يعني انا في عندي غلوكوز كثير غلوكوز كثير بيدلني انه انا في عندي انسولين كثير طالع فانا الانسولين اللي كثير بيحفز لي صناعة الديهايدروجينيز لي هو الكلوكوزيكس فوسفيد ديهايدروجينيز لما يزيد عمل اللي هو الريت لميتينج انزايم رح يزيد التفاعل صح صح طيب بالعكس تماما لما اكون فاسلين مش ماكل الانسولين مش موجود انسولين مش موجود فانا الديهايدروجينيز الانزيم صناعته قليلة فهو rate limiting enzyme قليل فأكيد الـ reaction رح يصير inhibited فأنتو يعني عمنطق بنوها زيادة متفاعلات بتزيد التفاعل زيادة نواتج بتقلل من التفاعل تمام الـ non-oxidative phase يعني صراحة حسب المكان اللي بتحكم فيه المكان فأنا قلت الـ oxidative phase نهايته بالريبيولوز أو خلينا نحكي آه خلينا نحكي الريبيولوز 5-phosphate والريبيولوز 5-phosphate بأول reaction بالـ non-oxidative phase اللي هو الـ interconvergent بتحول لـ ribose وزيليلوز تمام لو أنا بحاجة الـ ribose بحاجة الـ ribose لصنع DNA و RNA مثلا زي liver زي زي أي خلايا بالجسم مع الـ red blood cell أنا بحاجة الـ ribose 5-phosphate فأنا تكملت الباثوي مش بحاجة إلها لأن أنا تكملت الباثوي أتخلص من الـ ribose 5-phosphate فأنا تكملت هذا التفاعل الباثوي سوري أنا مش بحاجته لأني أنا بحاجة الـ ribose فليش أخلص منه تمام تمام بيقولي if needs for NADBH and ribose 5-phosphate are balanced زي الليفر يعني أنا بدي الـ NADBH و بدي الـ ribose 5-phosphate أنا بسوي oxidative phase بنتهي بالـ ribose 5-phosphate والـ NADBH بأوقف خلص شكراً لأني اثنين بدي إياهم NADBH إلو استخداماته رح نحكي هسا والـ ribose 5-phosphate بسوي منه دي أنا يارا نيه وإحنا حكينا إنه NADBH وضيفته بروتكش تمام بيقولي مثلاً خياني جعل الـ let's say الأول بيقولي if more NADBH is needed وأنا مش بحاجة الـ ribose 5-phosphate بسوي oxidative phase بنتج عندي ribose 5-phosphate والـ NADBH الـ ribose 5-phosphate أنا مش بحاجته بسوي عليه الـ interconvergent التفاعلات اللي هي من ribose بفاعله عيكزولولوز بتحول سيديكتولوز سيديكتولوز مع عيكزوليسر البهاي العجقة اللي حكينا عنها قبل شوي بالنهاية بنتج عندي intermediate بيدخلو لـ glycolosis وبسوي لـ ETB تمام بيقول لي في خلايا زي المسل بدها ribose 5-phosphate بكثرة يعني أنا بدي ribose phosphate بكثرة فهذا حكينا أنه non-oxidative phase هو reversable بقدر تفاعلات منعكسة فأنا بقدر مثلا من glycer aldehyde مثلا glycer aldehyde 3-phosphate أرجع بالتفاعلات وأوصل لل ribose 5-phosphate فأنا النون oxidative phase حسب المكان إذا كان المكان red blood cell أنا مضطر أني أكمل الباثوي كامل وأخلص من ribose 5-phosphate إذا كان أنا بالليفر ribose 5-phosphate يعني ممكن جزء من ribose 5-phosphate أتخلص منه عن طريق النون oxidative phase بس جزء مهم لازم يظل موجود عشان يدخل في صناعة الDNA والRNA تمام تمام طيب هسا بدنا نحكي عن importance of H&B chants طيب بيقول في عندي الماجر بروضكت اللي حكينا عنهم اللي هو البنتوز phosphate اللي هو الريبوس 5-phosphate والNADBH هدرشوا استخداماتهم هذة برهنك لان هنا حفظ أنا فيش في شريح بس انا ادقو لكم اياها الريبوس 5-phosphate بدخل بصناعة نيوكليك أسد ايو ديان ايو بدخل بصناعة ال co-enzyme اللي هو الNADB و و بدخل بصناعة ال high energy compound ATP GDP Udb و بدخل في صناعة السكن اللي هو C-A-M-B وال C-G-M-B C-A-M-B وال C-G-M-B تمام اما الNADBH في الها استخدامات عدة ممكن صناعة ال bios synthesis لل اللي راح نحكي عنه في مادة final ممكن يدخل في صناعة lens of eye يعني انا بكمية كبيرة من الNADBH عشان نشوف تكون transparent اللي هي تكون شفافة تمام وكمان الNADBH إلو وظيفة بكتير وصايدل اكشن راح نحكي عنها شوية كمتين وكمان الأهمية الرئيسية والأساسية للNADBH اللي هي ال Red Blood Cell Membrane Integrity اللي يتحاقب لي على الانتيغريتي لل Red Blood Cell كيف ببداية المحاضرة طرحنا سؤال اللي هو أنا بقلت إنه الHMB Pathway هي Oxidative يعني نقدر نقول Oxidation للغلوكوز Oxidation يعني بقيم الهايدروجين للغلوكوز سألكم سؤال طب الHMB وين الهايدروجين اللي يدخذ من الغلوكوز وين راح يروحه راح يروحه عن NAD Plus يحول لي للناD B طيب السؤال هنا شو همية الناد B يعني أنا كل على فكرة كل الHMB Pathway وخاصة بالRed Blood Cell وظيفتها إنتاج الناد B حتى في أماكن ثانية بالLiver وظيفتها إنتاج الناد B بس الLiver في باث ويز أخرى بين خلالها بيقدر يكون لي الناد B أما الناد B بالRed Blood Cell ما بتكون إلا على طريق الناد طيب شو همية هاي NADBH يعني صر لك ساعة دكتور بتقول NADBH وهمية NADBH ولولا NADBH شو همية NADBH يا سيت العزيز الناد B H دايما بتعملي Reduction للOxidized Glutathione طيب حسا الغلوتاثيون ممكن يصير له Oxidation Oxidation يعني يفقد الهايدروجينات طبعون الناد B دايما بزوده بالهايدروجين دايما بيخليه بالReduced Form دايما الناد B H دايما بيزود الغلوتاثيون بالإتشات عشان يكون بالReduced Form ليش رح نحكي عنه هسا بعد سلايد أو سلايدين ليش لازم الغلوتاثيون يكون بالReduced Form اللي هو مع إتشات يعني الإتشات الهايدروجين بالنسبة للغلوتاثيون زي طلق 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 يعني بحارب فيه تمام تمام يعني هو أفضل تشبيه بقدر رجب لكم يا جد إنه الغلوتاثيون بالهايدروجين بالنسبة إله عبارة عن طلق بحارب فيه تمام تمام شو الوظيفة الأخرى لناد B H هي Coenzyme of Cytochrome B 450 نعرف إنه Cytochrome B 450 هو إنزيم موجود بالليبر وظيفة Detoxification ف طيب هنا فيه معلومة مهم نكون عارفينها ممكن تنسألوا عنها بيقول لك dietary ribose cannot be utilized by tissue because there is no significant specific kinase to convert it to ribose 5-phosphate تمام أنا جننتكم قبل شوي إنه فيه أماكن بدها الribose 5-phosphate عشان تسوي DNA و RNA و Coenzyme و الصوارفات طب ما خطر ببال حدا منكم طب قلنوا يا دكتور طيب ما نوكل سكر الريبوز و نخلص منها الريبوز كامل و ما نتعب إش حالنا فيها بقول لك أوكي إنتا بتوكل سكر توكل الريبوز أكيد مش هتوكل الريبوز 5-phosphate طب أكلت الريبوز طيب بعدين الجسم ما بيقدر يتعامل مع الريبوز فراح يكبه لأنه الجسم ما بتعامل إلا مع ريبوز 5-phosphate وأنا بجسمي بجسم الإنسان ما فيه إنزيم يحول لي من الريبوز لريبوز 5-phosphate فأي أكل إنتا بتوكل فيه ريبوز الريبوز بنكم فهاي الباثوي مهمة جدا عشان تكون لي الريبوز 5-phosphate تمام نيجي هون على المهم المفيد بيقول لي الناد B-H is required 2 الأهمية العظمة للناد B-H هو keep glutathione in reduced state أو reduced form حكينا أنا عندي glutathione الhydrogen بالنسبة إليه عبارة عن طلاق بيحارب فيه طيب أنا في عندي مثلا 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 دخل عندي على الريد بلد سيل ال H2O2 H2O2 Oxidating Reagent إيش يعني Oxidating Reagent يعني بأكسد غيره ال H2O2 Oxidating agent Oxidating agent شو يعني Oxidating agent يعني بأكسد غيره إيش يعني بأكسد غيره يعني بأخذ Hات من غيره طيب لنفرض أنه H2O2 موجود بالريد بلد سيل وبدو يعمل Oxidation لأشي مش ملاقي إشي يعمل Oxidation بيصير يعمل Oxidation لل Phospholipid B-Layer بيصير يعمل Oxidation لأي إشي الموجود في خلية تعمل Oxidation تأخذ منه Hydrogen راح تخربه فأنا بيجي عندي الغلوتاثيون اللطيف إذا كان معه إعتاد تبعه الطلاق تبعون اللي هو Hydrogen بعطي Hydrogen لهذا H2O2 بيحول لأثنين H2O2 لأثنين H2O2 صح أو لا مش صح هنا في عندي ثنتين Hydrogen وجههم ثنتين هاي أربعة وثنتين أكسوجين هاي أثنين أكسوجين فأنا عندي H2O2 لأكسيدين agent بدل ما يعمل Oxidation لأشي جو الخلية بيجي الغلوتاثيون بيقوله لا يا حبيبي أنا بعطيك الـ Hydrogen خذهم وحل عنه وتخرب الش الدنيا تمام تمام فأنا عشان هيك النادوية اش كتير مهمة عشان تخلي الغلوتاثيون دايما مع H لأنه لو الغلوتاثيون ما مع H رح هذا H2O2 أو أي Oxidating agent وروح يأخذ H مكان ثاني ويخرب المدين فشو بحكي لي كي بغلوتاثيون in reduced state reduced glutathione serves as فهذا reduced glutathione بشتغل غير يعني هايها خلينا نحكي هنا Reduced glutathione plays important role in detoxification of H2O2 تمام فأنا لما يكون عندي الغلوتاثيون بال reduced state بعض ال H H2O2 بكفينا شرهم ويصير اثنين H2O ومورهم تمام وببطل يخرب الدنيا تمام ووضيفي ثاني لل reduced glutathione بيشتغل انه يخليلي السستين اللي موجودة بال hemoglobin in reduced form طيب لنفرض انه ما عندي reduced glutathione السستين الموجودة بال hemoglobin بتبطل in reduced form فبتحول الhemoglobin لنوع اسمه mythomoglobin شو اسمه mythomoglobin هاي اللي هو mythomoglobin mythomoglobin ما بيقدر يحمل الاكسوجين فانت هون بتخرب الدنيا بيصير انينية بيصير مقص اكسوجين يعني hypoxia تخرب الدنيا يعني انا اذا ما عندي glutathione in reduced form integrity تبعت الممبرين بتخرب الhemoglobin بتحول لمية hemoglobin بيبطل يحمل اكسوجين فهاي هون تكمن اهمية NBH انه دايما يخلي لي glutathione in reduced form بيقدر يحارب تمام 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 اثنين هون بيقول لي keep ferrous iron of hemoglobin in reduced form لانه اذا الفررس كانت مش in reduced form راح يتحول كمان لمية ماغلوب وبطل قادر يحمل اكسوجين ويصير منه hypoxia ومصاير فانا الغلوتاثيون ضروري جدا يكون بالreduced form ضروري جدا يكون مع H من اللي بزوده بال H طيب انا افرض انا ما عندك NADVH يعني في عندك مشكلة عندك مشكلة بالانزيم الرئيسي اللي هو البيكوسيكس فوسفيد بهايدروجينيز فانا اذا ما عندي ديفيشنسي ببيكوسيكس فوسفيد بهايدروجينيز ما راح ينتج عندي NADVH راح تصير تعمل اكسوديشن لاي اشي بتشوف قبالها وتخرب الدنيا السستين اللي موجود بالهوموغلوبين راح يبطل بال الهوموغلوبين راح يتحول الهوموغلوبين راح يخرب الدنيا وبطل ينقل اكسوجين فهو انا تكمن اهمية ال HMB تمام راح نحكي شوي عن هاي الطريقة انه انا كيف بعمل بخلي ال gluteothione in reduced form وشغلات هاي بهاي الرسمة انا عندي هون oxidation oxidized gluteothione يعني ما مع H هنا عندي ال NADBH ال NADBH بتيجي على oxidized gluteothione بتقوله انا بدي اعطيك H بس لو سمحت تجيب لانزيم يشتغل هذا الانزيم شو اسمه gluteothione reductase يعني هو الانزيم اللي بيعمل reduction لل gluteothione تمام بده عامل المساعد اللي هو riboflavin فبنتقل عندي oxidized gluteothione لreduced gluteothione هذا reduced gluteothione اموره تمام بيقدر يحارب فبيجي على H2O2 اللي هو الhydrogen beroxide بقوله يا حبيبي خذ هالإتشات وكفي نشرك بيقوله هذا الhydrogen beroxide بروكسايد اوكي بأخذ منك الاتشات بس لو سمحت تجيب لانزيم بيقوله اوكي هاي ال gluteothione beroxide بأخذ الاتشات من ال Reduced gluteothione تعطيها للhydrogen beroxide بنتقل لاثنين H2O والgluteothione ال Reduced لما يعطي اتشاته بتحول ل Oxidized gluteothione وبتعيد هاي الكرة طول ما في عندك ناد بي اتش هاي العملية امورها تمام لما يصير في عندك deficiency من ناد بي اتش نتيجة اي خلل في الانزيمات اي خلل بي باثوي رح يشتغل الhydrogen بيروكسايد كأشي شرير على الخلية يخرب الدنيا يعمل Oxidation لأي اشي قبال تمام تمام هون بس بحكيلي شوية شغلات عن الناد بي اتش وان باستخدمها باستخدمها بالReductase بالفاتي أسد سنات الفاتي أسد رح نحكي عنه كله بالفاينل تدخل بالRetinal Reductase عشان فوليت and hydrofolيت Reductase HMG CoA Reductase for Cholesterol synthesis فانا Reductase uses ناد بي اتش كله صناعة هظل ما يعني يحفظوهم للإحتياط قرأوهم ويقرأوهم يعني ممكن تنسال عنهم ممكن لا نعم اتفاينل هايدروكسيليز uses ناد بي اتش سوري يا الهايدروكسيليز للاستيرويد للفن الألنين للتريبتوفان 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 كالكتيرول شعر 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 بس يعني يقرأوهم مظل ما توقع شانكم ساعدوا عنهم تمام ناد بي اتش اكسيديز قلنا انه الناد بي اتش ممكن يشتغل كبكتير وصاعدة لذبح الخلية لموت حكيه اني يجي هون قبل ما نقرأ آخر حكيمي عندي هنا الناد بي اتش الناد بي اتش السوبر اوكسايد السوبر اوكسايد عفوا السوبر اوكسايد بيشتغل عليه انزيم اسمه السوبر اوكسايد بيحول ليها الهتش تو او تو للهيدروجين بيروكسايد والهايدروجين بيروكسايد هو بيطلقوا على الخلية على الخلية البكتيرية وقلنا هو يعني اوكسيديتينج لا اي شيء باله فصير يعمل يأخذ اتشات من الخلية البكتيرية بموقف ليها تمام فهونا كونوا عفضين بس لهونا بيكفينا انه الناد بي اتش الناد بي اتش بيحول ليها لسوبر اوكسايد سوبروكساد سوبروكساد ديسيموتاز بحوليها الهدو او تو بنطلب على الخلية وبموكيه طي ممتاز لما يقول لك عندي جينتك ديفيشنسي او فناد بي اتش اوكسيديز هذا الانزيم صار في ديفيشنسي شو رح ينتج عندي رح ينتج عندي رح ينتج عندي كرونيك رانيولوماتوسيز رح يصير عندي بريزيستنت كرونيك بيوجينيك انفكشن دايما في عندي الجهاب بيوجينيك بيوجينيك دايما في عندي التهاب بكتيري دائما أنا في عندي التهاب بكتيري لانه ما في عندي شغلات تقاتل ليهاها وتحجم ليهاها وتموت ليهاها فأنا رح يصير عندي دائما في عندي التهاب بكتير تمام 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 هونا بعملي بس كومبيرجة بسيطة بين الهام وهي 절대 في هشريح بس كلكم عارفين تمام يقول لي هنا لما أنا يكون عندي ديفيشنسي بالغلوكوز 6-phosphate dehydrogenase enzyme هذا الديفيشنسي ممكن يكون أو هو X-linked يعني هو مرض مرتبط بالجنس هو مرض مرتبط بالجنس شائع بما أنه X-linked لا تكون شائع بالذكور لأنه عنزي جين واحد يتحكم فيه أما بالإناف بالجينين تمام لما يقول عندي فأنا ما رح ينتج عندي NADPH ما رح يكون عندي كثير ما عندي كثير فعندي H2O2 كثير فرح يخرب لي رح يبطل في عندي السستين رح يبطل الفرس رح يزيد عندي الميثيموغلوبين هاي الميثيموغلوبين رح يزيد عندي الميثيموغلوبين رح يبطل ينقل الأكسوجين الخلية رح تخرب الانتقلية دلعتها فأنا صاعد بأمله تمام شغلة ثانية إنه أنا لما أكل أكسيدنت أكسيدنت زي الفافابين اليوم البقوليات أكيد سامعين عن إشي اللي هو التفول يقولك ما تأكلش فول ني بصير معك تفول طب ليش؟ نعم رح أسأل حاله ليش؟ لما أكل فول ني بصير معي تفول وبتكسر الدم الفول الني في أكسيدنت أيجنت كثير عالية اللي هي الفافابينز فأنا لما أكل فول كثير رح يدخل عدمي أكسيدنت أيجنت فبدها أي شيء تأخذ منه أكسيدنت يعني بأكسد غيره يعني بأخذ من غيره هيدروجين فبتصير من أي مكان بدي تأخذ هيدروجين أي مكان بدي تأخذ هيدروجين ولما تأكل الفافابينز كثير الكلوتاثيون الريديوس الكلوتاثيون ببطل يلحق فبيصير هذا الفافابينز يأخذ هيدروجين من أي مكان من الريدبلوتسل فبيخرب الانتيغريثة تبعك الممبرينة وبتكسر الدم تمام تمام طب شو الحل لما أنا يكون عندي غلوكوسيك سفويت دي هيدروجينيز؟ الحل إنك ما تبعد عن تبعد عن تبعد عن أي شيء من الفول بقوليات تبعد عنه نقل الدم ممكن يفيدنا يعني بشكل عام زي هيك المهم تكونوا عارفيني إنه غلوكوسيك سفويت دي هيدروجينيز دي هيدروجينيز دي هيدروجينيز بيضطل فيه إشي حاربها فبيخرب لي الانتيغريثة للريدبلوتسل بيزيد إندي الميتة موضوعه تمام تمام يعني هو الموضوع مبني على فهم أكثر من إنه حفظ بس الحفظ اللي هو اللهم صالح سيدنا محمد الباثوي والإنزيمات والإنزيمات حاولت كثير إنه أسهللكم إياه تمام حلينا نحكي هسا عن الباثوي الثاني لمحاضرتي اليوم اللي هو اليورونيك أسد باثوي أو البلوكيورونيك أسد باثوي أنا باتت الكثير على القحر أرسوا الله مبارس وهل الإيدتنا تمام اليورونيك أسد باثوي أو البلوكيورونيك أسد باثوي بكل بساطة أنا بدي ينتج عندي يودي بي غلوكيرونيك أسد يودي بي غلوكيرونيك أسد ونفس الاشي الاختوفور من الجلوكيورونيك اسد هو يعني الاشي الدونر بيقوله الاكتف دونر او الجلوكيورونيك اسد تمام تمام اليورونيك اسد باثوي او الجلوكيورونيك اسد باثوي وين تصير بالسيتوسول صار عند كثير شربات بالسيتوسول نجمع المعلومات Glycogenic Acid Pathway سيتوسول Glycolysis سيتوسول H&B shunt سيتوسول Electron Transport Chain ميتوكندري Krebs ميتوكندري Glycogen Synthesis أطوقة أنه سيتوسول مش متأكد بس 90% سيتوسول Glycogenesis سيتوسول ميتوكندري تمام تمام وعندي Glycogenic Acid Pathway بالسيتوسول مين لي بالليفر مين لي بالليفر بالليفر وكز كثير على أنها بالليفر تمام تمام طب شو أهمية هاي Glycogenic Acid Pathway لها وظيفتين وظيفة الأولى إنه أنا بنتج منها اللي برغو دكتباع حليلي بGlycogenic Acid اللي هو Out of Donor لGlycogenic Acid أنا بهمني Glycogenic Acid بنهاية طيب Glycogenic Acid شو وظيفته شو أهميتو هذا Glycogenic Acid شو أهميتو Glycogenic Acid يا سيدي العزيز هو كثير Soliable أشان كثير Soliable يعني هو بولر يعني بذائب بالماء بشكل كبير فلما أقول لك إشي Glycogenic Acid ذائب بالماء بشكل كبير بولر دائماً لما يخطر عبالك هيك يعني بسياق زي هيك بإنه منه ينتج Glycogenic Acid وبالليفر وبولر فلازم يخطر عبالك شكل إنه هو تكسي تكسي هي حط القياب الأصفر تكسي تكسي بنقول بنقول شغلات فعندي إيش وظيفة لGlycogenic Acid Conjugation with many compounds to make them more soluble before execution فأنا لGlycogenic Acid عبارة عن تكسي بنقول شغلات لأنه كثير بولر بمسك فيهم وبنقولهم شغلات النن بولر زي الاستيرويد زي الاستيرويد هرمون والميتابولايت ستبعونهم هذولا هذولا نن بولر ما بذوبوا بالماء فأنا بس أعملهم Conjugation مع لGlycogenic Acid بيصوروا بولر وبنقولهم سهولة البليروبن البليروبن بنقول البليروبن البليروبن طبعا هي نن بولر insoluble فأنا لما تعمل Conjugation مع لGlycogenic Acid بنقولها للليفر الليفر بيحولها وبعملها تفاولات رح نوخذ البيل متابوليزم بنقول بيحوليها لبيل وبيعملها excretion كمان detoxification reaction زي الفينول الاسبرين المورفين هذول الأدوية non-baller insoluble فأنا عشان أنقلهم للليفر بدي taxi إيش هو taxi لGlochuronic طيب في معلومة هنا مهمة جدا يعني هي clinical أكثر ما هي نظري بيقولوا 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 والله معا صفار طب ليش معا صفار ليش معا صفار هاي المعلومة اللي بيقولوا 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 لأنه هاي الconjugation mechanism اللي أنا أسوي Glocuronic acid بدها عدة أيام بعد الولادة لتكتمل فأنا ما عندي Glocuronic acid ما عنديش الconjugation اللي بربط بالبليروبن بالبليروبن عشان يحولها للليفر يودي ليها للليفر والليفر يتخلص منها فأنا البليروبن موجود عندي بلدسم وإحنا بنيعرف اللي بسوي لي الجندس هو البليروبن فليش أنا بالأطفال الصغار في عندي صفار اللي هو الجندس لأنه أنا ما عندي Glocuronic acid بشكل كبير لأنه الباثوي تبعته غير مكتبلة ما صار لها الfold development فأنا البليروبن ما بنقولوا بالليفر عشان أتخلص منه فبيضل بلدسم فبعمل لي صفار فصفار بطفل صغير أول ما ينولد فسيولوجيكال ما شي حال عادي أما بحدا كبير طبعا لا مسيبة تمام بيقول هنا فسيولوجيكال جندس is caused by combination of الأهم هي low بليروبن conjugation with Glocuronic acid في عندي increase بليروبن production secondary to accelerated destruction of erythrocyte إحنا بنعرف بالولادة بيختلط دم الأم مع دم الطفل ودم الأم مع دم الطفل في اختلاف بال antigen A B A B وشغلات زي هيك فشغلات بتتكسر دم بتكسر فأنا نواجد هاي التكسر راح ينتج عند البليروبن والبليروبن ما في conjugation يمسك فيه فبنتج هذا الصقر تمام الشغلة الثانية للأهمية لGlucronic Acid هي Synthesis of Glycosamino Glycan Glycosamino Glycan حكينا عنه اختير بالموليكولر فGlycan Glycan Acid بيسوي لهذا Glycosamino Glycan تمام بأس احنا حكينا عن همية Glycan Acid اللي هي الناتجة من الباثوي اللي هو Glycan Acid Pathway طيب الباثوي كامل شو ممكن يسوي ده شو ممكن ينتج منه في هاي المعلومة مهمة تكونوا عارفينها انه Glycan Acid Pathway كان ينتج عنه L-Ascorbic Acid L-Ascorbic Acid هو Vitamin C بس هاد Vitamin C من هاي الباثوي اللي هي Glucuronic Acid Pathway مستحيل ينتج بالهيوم مستحيل مستحيل ليش راح نحن عام ما تحدث تمام فهاي بتحدث بشوية من الانيمالز بتحول عندي لVitamin C بالهيوم مستحيل لانه ما فيش انزيم يحولي شغلها شغلها طيب حلينا نحكي هون عن ببلش بغلوكوز بشتغل عليه انزيم إذا بتتذكروا من في انزيم ثاني ممكن يشتغل على الغلوكوز ويضيف الفوسفايت اللي هو هكسوكاينيز بس لما اني بحكي عن الـ في الـ الـ بحط لي فوسفاتي على الـ بنتج عندي غلوكوز 6 فوسفايت الغلوكوز 6 فوسفايت بيشتغل عليه انزيم الفوسفو غلوكو ميوتايز يعني بنقول ذرة من كربون لأو كربون ثاني على نفس المركب بنقول للفوسفات من الكربون السادس الأولى فبنتج عندي غلوكوز 1 فوسفايت الغلوكوز 1 فوسفايت يحاول إلى Udb غلوكوز Udb غلوكوز فبنتج Udb 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 غلوكوز بدي يحوله إلى Udb غلوكوز وبما بحكي عن أسد فأنا بدي أخذ هيدروجين من غلوكوز عشان يتحول إلى أسد نحن بنعرف أي أسد بنتج من عملية أوكسيديشن تمام فأنا Udb غلوكوز بشتغل عليه Udb غلوكوز دي هيدروجينيز يعني بنزع منه إتشات لهذا لغلوكوز بنتج عندي Udb غلوكوز Udb غلوكوز ببساطة بتحول للدي فارم اللي هي D غلوكوز تمام هس هذا D غلوكوز دي غلوكوز إحنا عشان نحول من Udb غلوكوز ل Udb غلوكوز أسد أخذنا إتش تين من الغلوكوز وحطناهم للناد بلاس نتج عندي ناد تمام فأنا لو أرجع H واحدة لدي غلوكوز رحي إنتج عندي L glonic acid L glonic acid تمام هس هذا L glonic acid بالحيوانات بالهيومن بيصير بنتج ل L ascorbic acid بنتج ل L ascorbic acid نسيتش اسم الإنزيم نرجع هنا بك أتوينه تمام مش موجود هذا الانزيم فأنتو مش مطالبين فيه وأنا صراحة نسيته فقط ب L glonic acid بتحول L glonic acid ل L ascorbic acid اللي هو بالهيومن ما بيصير هذا الاشي بالهيومن بيصير تمام بالهيومن يا سيد العزيز هذا L glonic acid بيشتغل عليه انزيم اللي هو D carboxylase D carboxylase طبعا هون مش مطلوب منكم ال cofactor ال coonzyme انسو مش مطلوبين تمام هذا ال L glonic acid بيشتغل عليه D carboxylase بنتج عندي L axylulose طيب أنا بجسمي بتعاملش مع L أنا جسمي بتعاملش مع L بقدرش فيش يعني بتعامل بقدرش أو D وأجيب وأتعامل معه فلازم أحول من L إلى D form كيف هذا ال axylulose بحوله ل axylitol اللي هو aldehyde كيف بحوله ال aldehyde عن طريق axylulose reductase بخط له H بضيف له H زائد H بضيف له H تمام بتحول لaxylitol بعد ما حولته لaxylitol عمدي بعمل له dehydrogenase بنزع منه H بتحول ل axylulose هاي axylulose ممكن تدخل على H M B تمام تمام نهون بنكون خلصنا glucuronic acid pathway نعيدها بكل سهولة وبساطة glucose بتحول glucose 6-phosphate عن طريق إنزيم اللي اسمه glucokinase glucose 6-phosphate بنتقل لglucose 1-phosphate عن طريق المنتاز هذا 1-phosphate بين glucose 1-phosphate بنحول Udb-glucose عن طريق Udb-glucose pyrofosphorylase بدي أحول للUdb-glucose إلى Udb-glucuronic acid 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 يعني لازم يصير reduction sorry oxidation للUdb-glucose بوخذ منه اكشات عن طريق Udb-dehydrogenase بنتج عندي Udb-glucuronic acid Udb-glucuronic acid بكل وساطة بتحول اللي هو D-glucuronic acid D-glucuronic acid بزيد له الشاية بيصير L-glonic acid L-glonic acid بالحيوانات في إنزيم بيحول ال-ascorbic acid بالهيومن لا بيشتغل عليه إنزيم D-carboxylase بيحول لي ل L-xylulose L-xylulose ما بقدر أتفاهم معه بالجسم بحوله عن طريق ال-reductase ل الضهاء كحول عفوا هذا مش الضهائي هذا كحول 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 بحوله لكحول والكحول بعمله Oxidation عن طريق ال-dehydrogenase بتحول ل-dexylulose بدحول على ال-achampation تمام في عندي مرض اسمه البنتوزيوري أش أنا البنتوزيوريا شو يعني البنتوزيوريا يعني ألاقي سكر خماسي سكر خماسي باليورين بالبول طب ليش بيقول لي أنا لما يكون عندي deficiencies نقص بال- l-exylulose reductase ما بقدر أحوله لكحول هذا l-exylulose أحوله لكحول ومن الكحول أحوله لل-deform بيظل عندي l-exylulose طبعا l-exylulose أنا ما بقدر أتفاهم معه ما بقدر أوده وأجيبه ما فيه ما فيه ما فيه l-exylulose فهذا l-exylulose ما فيش طريقا يتخلص منه إلا هي l-urine فبيزيد هذا l-exylulose بال-urine ويعني هي بيقول لك هي harmless condition needs treatment هي harmless condition ما بتحتاج ل-treatment بس يعني إنه بيكون عندي سكر بال-urine تمام تمام هيك بنكون خلصنا l-oxidation لل-glucose عن H&B shunt وال-gluc-heuronic acid pathway في عندي الن-glucose metabolism اللي هي metabolism تبع ل-fructose تبع لل-galactose وشغلات هاي صراحة أنا قرأت الن-glucose metabolism ما فيه أي داعي للشرح ما فيه كثير خربطات ما فيه كثير صعوبة فيه بس صراحة حبيت أعرج على هاي المقطة عشان بس هيك يعني كون عندكم ود كيف بيقولوها يعني معلومة للسيستيمات بسيستيم اللهم صنع محمد بأي سيستيم بال gastro-urinary gastro-urinary ال-geo رح يجو يحكو لكم إنه الرينل إلها threshold لل-glucose أش يعني رينل threshold of or glucose لنفرض يعني عندك رقم عندك رقم مش صحيح بيقولك الرينل threshold لل-glucose مثلا 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 7 ميلي جرام لكل ديسيليتر شو يعني لما تسمع كلمة رينل threshold for glucose اللي هي مثلا مناش نقول سبعة نقول x لأنه رقم ثابت ورقم مهم نقول x ميلي جرام لكل ديسيليتر شو يعني يعني الرينل الكيدني إذا دخل عليها دم فيها في هذا الدم في نسبة glucose x ميلي جرام لكل ديسيليتر بيقدر يعمل ري absorption له كامل إذا كان x أو أقل بيقدر يعمل ري absorption لهذا الـ glucose كامل الموجود بالدم تمام يعني هو بالبداية بتصف كامل بعدين بيصير له reabsorption تفاهم يعني أنا بدخل عندي هذا الدم للرينل بيصير له filtration بعد الـ filtration بيصير ري absorption تمام الرينل يترشل للي glucose x ميلي جرام لكل ديسيليتر فإذا كان موجود عندي تركيز glucose بالدم x ميلي جرام لكل ديسيليتر أو أقل الرينل بعد ما يصير له filtration تقدر تعمله reabsorption كامل طيب إذا كان أكثر من x هاي الرينل اللي ترشل تبعها مثلا x هي 7 مثلا نرجع للي تبعها 7 ميلي جرام لكل ديسيليتر إذا كان بالدم 12 ميلي جرام لكل ديسيليتر رح سير له filtration الرينل بترجع 7 ميلي جرام لكل ديسيليتر والباقي يطرح بالليورين الباقي يطرح بالليورين طيب هسا هنا بيقول لك الرينل لتريشل تبعت الفركتوز قليلة فكل ما يعني مثلا لو كان الفركتوز لتريشل تبعته 2 ميلي جرام لكل ديسيليتر إذا كان بالدم فأنا لما يصير عندي filtration بصير reabsorption ل2 ميلي جرام بس أكثر فبس حبيت أعرج على الرينل تريشل تايم معلومة لأنه رح تمر معكم في السيستيما الباقي عبارة عن تفاعلات صراحة ما بدها أي شي تفاعلات وأسماء أنتم ماشين ومارجين عليها بلي جلائيكولوس ولي جلائيكول ولي جميس وستغوال هاي فيعني فش إش صاحب والإنزيمات مارجين عليها فهيك إن شاء الله إنه أكون قدرت إنه أساعدكم بهاي المحاضرة وإن شاء الله إنه رح أكون معكم بمادة الفاينل بتمنى إنه أكون ساعدكم وما قصرت معكم بأي معلومة وحاولت والله ما أبسط عليكم قدر المستطاع في أسماء كثيرة في أنزيمات كثيرة بس أنتم رتبوا أموركم والله إن المحاضرة سهلة يدوها هي كمرة برواغ بتلاقوا إنها سهلة والله يوفيكم يا رب وإن شاء الله فهلكم كلكم العلامات العالي يعطيكم الفعث